أنت واحد يعني خدتها من الأول كحرطة واشتغلت في مجالات الفن كلها المسرح أولهم والتلفزيون طبعا ولعبت كل ألعاب الشطارة الحمد لله احكيلي من الأول صلي على النبي اللهم صلي عليك يا نبي هو الموضوع من أولى ابتداي عدنا المراحل التعليمية والحاجات دي كلها وفي سنوي بدأنا نلعب درامز ونبقى عندنا فرقة كان عندي 17 سنة نطلع سحاري سيتي وسحاري هاوس كان بنسبال عائل صغير يعني وفي وسط الأجواء دي بدأنا نشتغل والحمد لله كان في الفترة دي أن روح يشتغل ويصرف على نفسه عشان يجيب بانطلون جنس حاجات دي الحمد لله وبعدين بقى جي برنامج حسين على الهوى أنا بقول له حاتك كده يعني عنوين لغاية لما ربنا أكرمنا ببرنامج حسين على الهوى وبدأت الدنيا بقى تنور الحمد لله وروحت معه أستاذ عاد الإمام سنة في بوديجارد مصرحي في بوديجارد لأ خليني أبتدي من حسين على الهوى لأنه هو ده كان نقطة الانطلاق بزفر إزاي ابتديته مع حسين الله يرحمه لا يرحمه والأفكار كانت بتيجي إزاي لأنه أنا عايزة أقول لكم أن أستاذ إسماعيل يعني كان طرف أفكار كتيرة جدا هو ما كانش عضو في الأعمال دي لكن أنا فاكرة أنه أستاذ إسماعيل سمعة يعني حاببتي كانت الناس مثلا تلجأ له تقول له أنا عندي منطقة هنا سمعة عايزة أحط فيها إفهات أو عايزة تناولها بشكل أكتر مش عارف إيه دي حكي من نوع مختلف كده فكان سمعة موجود حوالينا طول الوقت سواء كان من أبطال العمل أو صديق حوالينا بيساعد الآخرين كلهم بس أعتقدش أن أنت كنت بتاخد خمسين قرش في الإفه لأنا كنت لما حصل ده كهون فتحت بقى محل الفصل الإفهات مستعملة وحاجات هي كانت البداية حضرتك في سيناء قبل حسين على الهواء كان سستاني النور طبعا جينيس أنا بحبه كان فيه برامج تانية كنا بنعملها كان فيه قبلها ما أقولها بسرعة كده كان فيه برنامج كان كل نجوم الكوميديا بيصدفوه كان سبونسر لبطاطس معينة يعني فكنا نطلع نقول سكيت شات وحاجات مين فأنا بالنسبة له فيه عندي خلفية لغاية لما جيه لأستاذ رأد لبيب الله يرحمه وكان مطلوب ممثل يكون مش معروف لدى الفنانين ويكون عنده حضور وارتجال ده اللي تقلي فروحت أول قعدة تقابلنا الحلقات الحلقات ما كناش بنعرفها إلا غير يوم التصوير ممنوع كان حاجة يعني تكتيم جامد جدا وكنا رايحين مجموعة كبيرة أنا وبدرية طلبة ومعايا ناس تانية بحيث أن كل واحد يعمل حلقة اثنين لغاية لما تاني يوم بنعمل حلقة الدكتورة عزة أبوة فالله يرحمه أنا ما عرفش عملتها إزاي برضو إن الارتجال ده بيجي حاجة كده من عند ربنا يعني فجل الشيء زراء الدبيب اللي يرحمه قال بعد الحلقة دي أنا مش عايز حدف بلاتو غير إسماعيل فرغالي وبدرية طب تقريبا من وجهة نظره شاف اللي هيقدر يهتمد دليل لإنه كانت الحلقة بالتهمل إزاي حضرتك كان بينجيب المخرج المنفذ أستاذ عاطف شهران الله يرحمه يقعد مكان الضيف ويرتجل وأنا أتوقع هو يقول إيه وأنا أتوقع يقول إيه طبعا كان فيه حاجات بتبقى مش متوقعة فكان ربنا بيفتح علينا وكنا بنقول ده طبعا كانت صعبة جدا جدا إن أنا لسه بادئ وقدامي ثلاث كاميرات ومعايا نجوم وأنا ما فيش حاجة أسمعها عن عيد ولا تسجيل فكان تركيز جامل وكان فيه حاجات بتدحاكني أنا كنت بحاول أخب وشي أنا يعني حتى قلت مرة لسه ستا نور طلوب ياريت نعمل الكواليس ونحكي الكواليس إن الكواليس فيها دي حك أكتر طبعا فالحمد لله اتعملت 30 حلقة والسهد رائد كان بينه وبينه بقى نقول دلوقتي كان بديني الحلقات بينه وبينه عشان أطلع زكرة لما أعتمد عليها الحمد لله وبقاط سنوية تبدأ من 150 جنيه ترجمة نانسي قنقر